مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب فهذا الحلقة الحدث الإيجابي لغن تكلموا عليه هو حلقة جديدة في مصار التمييز المغربي في مواجهة الأزمات بعدما تفوقت على العديد من الدول في تدبير تداعيات أزمة جائحة كورونا أبهرت المملكة المغربية العالم في تعاطيها مع الزلزال القوي لضرب إقليم الحوز وبلغ مداها عددا من المناطق في الثامن من شهر شتنبير الجاري المغرب وقف صفا واحدا في التخفيف من وضعة الهزة الأرضية لقارب عدد ضحاياها 3000 شخص وواصل عداد مصابيها لارتفاع الملك محمد السادس قائد البلاد أمر في اجتماعات متتالية بالتحرك المستعجل لصالح ضحايا الزلزال وتنفيذ لتعليماته الملكية السامية تخذت جملة إجراءات على عدة مستويات وفي التفاته شكلت بلسما لجروحهم زار الملك محمد السادس المصابين بمستشفى مراكش وتفقد أحوالهم كما تفضل بالتبرع بالدم وفي تجسيد لحرص ملكي على مساندة المتضررين ترأس الملك اجتماعا آخر بالرباط تم خلاله تدارس تدابير الإيواء والتكفل والإعلان عن مساعدات مستعجلة وأخرى مباشرة للمتضررين والأطفال أيضا شملتهم العناية الملكية حيث أمر الملك بإحساء الأطفال الذين فقدوا أسرهم جراء الزلزال ومنحهم صفة مكفولي الأمة ووراء الملك محمد السادس تجندت فرق معبئة من القوات المسلحة الملكية وعناصر الوقاية المدنية الأطور الصحية والسلطات المحلية وأيضا شعب فاقت مبادراته التضامنية التصور فحفظ الله بلادنا من كل شر وأدام فينا روحة مغربيت المتفردة أما الفلوب فهو بعض السلوكات التي شكلت نشازا في ظل اللحمة المغربية أمام زلزال الحوز هذه السلوكات تجسدت في بداية الأمر فنشر بعض الأشخاص الأخبار زائفة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف بث الرعب والفزاع في نفوس المواطنين لكن الجهات الرسمية سرعان ما كانت تكذب هذه الأخبار وتقدم المعطيات الصحيحة والدقيقة أيضا من بين هذه السلوكات هي متاجرة بعض الأشخاص على قلتهم بالمساعدات الموجهة لضحايا الزلزال أشخاص كانت لهم سلطات الأمنية بالمرصاد وجرت توقيفات في هذا الاتجاه والتقاط صور مع الأطفال والإساءة للقاصرات سلوكات أيضا كانت محط انتقاد على منصات التواصل الاجتماعي واستدعى التدخلات الأمنية للضرب بيد من حديد على أصحاب النفوس المريضة حلقتنا انتهت شكرا على المتابعة وإلى المنتقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة